ارتفاع في الأسعار مرتبط بسعر الدولار وركود مرتقب هكذا يصف سمير صاحب محل لبيع الذهب حالة الارتباك التي شهدتها حركة البيع والشراء خلال الساعات الماضية بعد ارتفاع سعر الجيرام الواحد بنحو ثلاثة دولارات نحن مش عارفين الأسعار ايه يعني والسعر يعني هو المفروض التضريب العادي يعني دولار الدولار بسعره العادي سعر 1100-1120-1130 لكن حالين 1200 ده دنيا سعر مش طبيعي هيأصد طبعا حركة التداول ضعيفة يعني أن كل واحد مستقر يعني كل الناس منتظرة الدنيا تهدى يعني في الشارع سادت حالة من الغضب والاحتقان من العبء الذي سيلقى على عاتق المواطن في الظل مزيد من موجات ارتفاع الأسعار التي بلغت نحو 20% للسلع الغذائية الأساسية السكر بيجي بعشرين والمقارنة غلية والرز بخمستاشر وبعشرين احنا مش عارفين نعيش هنجيب منين فلوس ستة مثلا بسيطة كان حين نعمل شوية مقارونا مثلا دي حاجة بسيطة ونبنعملها أو شوية بس محمرة دلوقتي بطاقة سعر بطاقة ستنشر جنيه سعر المقارونا تمنتاشر جنيه سعر رزة تمنتاشر جنيه انا بخذ 462 جنيه هيعملوا لي ايه؟ بعد ساعات من رفع سعر صرف الدولار فقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته امام الدولار ويقول خبراء ان هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الاقتصاد والمواطن المنهك بشكل كبير ما لم تتخذ الحكومة اجراءات لمتابعة حركة الاسواق اعتقد ان الحكومة مطالبة حاليا بان تتدخل لتوفير السلع الاستراتيجية باستسلع الغذائية وغيرها من اجل ضمان عدم حدوث ارتفاعات في الاسعار المشكلة التي يتخوف منها الجميع ان يؤدي الارتفاع في الاسعار الى ارتفاع التضخم الى نسب تزيد عن ما هو حاليا جاء انخفاض الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% وتأمل الحكومة المصرية في ان تؤدي هذه الاجراءات الاقتصادية الى الحد من نسبة تضخم تجاوزت 15% حسب قوانين السوق يستمر ارتفاع الاسعار كلما تراجع الجنيه امام الدولار ويتوقف مقدار زيادة التضخم المتوقعة في مصر ومدتها وفق خبراء على قدرة الاقتصاد على رفع الانتاج وتقليل الاستيراد اميرة جدلة الحرة القاهرة